من ضمن الاسئلة لو صاحب الشركة بيسألك في الانترفيو هل هتسيبني بعد شهر لو جالك عرض افضل مع العلم ان يكون ضربتك الشهر ده وما استفدتش حاجة الرد هيكون ايه بغض النظر عن ان السؤال بروفيشنال ولا لأ الحقيقة مع ان ده سؤال يعني غريب وكده بس ايه بس خلي بالك شهر انت مش هتلحق يضربك على اي حاجة ولكن انت كمان في اول ثلاث شهر انت بيكون تحت الاختبار فانت ممكن تمشي او هو يمشيك فضع ده في الاعتبار ولكن انت ممكن ترد عليه بانه مدام حضراتك بتوفروا لي باتعامل مناسبة لي التعلم والتطوير انا مش هيكون عندي اي حاجة تستدعي ان انا امشي في هذه الفترة فانت بهذه الطريقة تسجدته يعني عارف انت لفت له لفة حلوية عني لكن في ناس تقولك اه طبعا لو جالي فهو شغل احسن هامشي واسبكو او البنك رد عليها لانا كنت مادم عليها امشي انا هقولكو الصراحة لا دي من الصراحة دي في الانترفيو بتبقى وقاحة وراجل مش هيبقى حابب بعينك حتى لو انت فعلا من جواك بتفكر كده اوعى تقول ده لي الاتشار ولكن كلم بها زيت طريقة مادم حضراتكو بالدونية ودي شركة من اكبر الشركات يعني اي 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 لفة لفة حلوة كده عشان رب ان اكتب لك اللي في الخير وبالتوفيق